السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ما اللبنات غد نشوفوا ان شاء الله هاد ضفيرة هذي كتجي بديلة اللعق هذ وكتجي بديلة احتل سفيفة كتدار ما بين التراسن ولا الكابلي او القيطان باش ما خدمتي هو مجوج الاشكال ديول ضفيرة كتكون ديال ربعة كيف كتشوفوا اللبنات انا كنتبت دابة التراسن انا درت القياسة هنا يديل الطوق تعجي اللابة كنتبت دراسن تمانا ديرا جوج دراسن وهذا والقيطان قيطان حتى هو كنشدو على جوج ولكن انا غنخدم على ثلاثة فهو ديك ديك الزيادة اللي زيت الثالث ما صورتوش عد بالي كيتصور وما تصورش لي المهم زيت واحد على قياس دوك الجوج هذو كنتبت واحد ما تصورش لي ديك اذك المقطع هذك سافو كنبدو غير ديوبالكم كيفش كنبدوها في اللول فهي البدية ديالها جد سهلة هذي كيقولولي الضفيرة ديالة ربعة الضفيرة فيها المهم ربعة ديولة طلقات ثلاثة كيكونوا في لون واحد والرابعة تيكون لون مغاير عليهم تيجي في الوسط طالعها بط بحل شكل ديالة الروزة كيلي كيقول لها الروزة المهمة لكانت شي لكان شي لون هكذا مغلوق وديرين في وسطه اللون مفتوح بحل كحلو البيض أو كحلو رماضي كيجي كيبن بحل شكل ديالة الروزة في وسط ديك الضفيرة هذيك فهي كتجيبها ديالة للعقاد را باينها في بزف ديال الحواج دا بنشاركها معاكم ان شاء الله نديرها في قفطنات ولا في جليل بات كتجيزوينها إيه لا كنتي غادي تخدمي منها بزف باش تخدمي باش تخيطي بها بياسة كاملة مثلا نقوله قفطان كيهز ما بين سبعة وثمانية مترو تخصك تكوني في البار ما لبرين بزف وملوياها على القصبات وكتشد في شي كرسي أو اللف شي بيضو هكذا معمر بالماء باش كيكون تقيل أما يلوكتي غادي تخدمي غير الطوقة هكذا ديالجلة بحل كيف ما كان عملانا 30 سنتيم مثلا هكذا تتشبرية غير هكذا في المخدة بحل الشكل اللي كتخدمي به المكرامي فهي الطريقة ديالجلة سهلة كتجي بحل الشكل الضفيرة تعت الشعر بحل كتضفر ديال الضفيرة ديال 3 تعت الشعر ولكن تكون هادا كل لون الأصفر اللي عندنا ديال القيطان ديال السقلي هاداك ما كان ضفروش ما كان لويو للهجي للهجي كيب قغير الفوق فاش كان نضفرو حين كان رجعو الخيط اللي مليهن كنرجعو لهات الجيه كنهزو هاداك فوقه مرة كنهبطول فوق مرة كنطلعوه مرة كنهبطول تحت مرة كنطلعوه الفوق كنهبطول مرة كنهبطول مرة كنهبطول مرة كنطلعو مرة كنهبطول مرة كنهبطول مرة باش كيبقالي فالوسط عكس الضفيرة الثانية اللي هادي نبدأ معاكم دابا وكنتمنى اللي بنا تكونوا فهمتوا لهذا الدرس هادا شفتو كيف جات بحل وجه ديالها بحل دهار ديالها وكنجهزوينا معتبارا في لف الخدمة ولف الشرك في بلاسط العقاد هادي الضفيرة الثانية هي معروفة بالضفيرة الثناش عند دابا لمشيتي ترامي عند مول الحرير هادي معروفة بالضفيرة ديال الثناش ولكن هي را كيكونوا عن ربعة راه هما ربعة اللي كان ندوروا هكذا هكذا ذوكوا ربعة اما كتدير فيهم ثلاثة 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 فيهم بربعة واما كتدير فيهم جوج بحل كيف ما عملانا دابا جوج جوج تراسن في الحمر وجوج تراسن وجوج قيطانة جوج قيطانة دسقلي هادي حتى هي معروفة هاد الضفيرة كتجي واعرفة في التكاشط في القفاطن كتجي بادي اللعق هاد معروفة هاد هاد الضفيرة هادي هادي كتديها كتديها بحال بحال كتدفري جوج كيكون سقلي ملهي واحد من دي كتشي واحد من هاد شي المهمة السقلي والحرير كيكون من واحد الجيه والسقلي والحرير من الجيهة الخرا وصافي كاس بقد دفر شوفو غير شكل كيفاش انا كنلويها الجيهة اللي من اللي من ليهن كندوز الفتير من الفوق والسقلي كندوزه من تحت وهاد الجيهة اللي عندنا هنا كندوز للعكس شوفو هادا كندوزه من الفوق هادا السقلي تندوزه من تحت من تحت الفتيل عود نفس الشكل ديال الفتيل تا هو من مرة اخرى كندوزه هو من تحت السقلي وهادا والفتيل من الفوق ديال السقلي المهم الجيهة اللي من ديك الجيه اللي كتبان ايدي من اللي هي كندوز الفتيل الفتلة كندوزه من الفوق والجيهة اللي من هاد الجيه اللي كتبان امام الشاشة فهيا كتدوز من اللي تحت كتمشي نفس الخدمة هادا دابا بزاف تعال الناس مبقوش كيبغوا العقاد وحتى العقيق حتى هو قليل اللي بقي كيديرو في الشرك ديال الخدمة هكذا ديال اطلاقي ديال شي حاجة مثلا البياسة كتتخدم كاملة بالتراسن كتجي كتجمعيها بهذا الضفيرة هادي تجيصارة حسن تجيزوينة اولا لكوتي ما غديش تديري السفيفة غاتخدمي بالتراسن ولا بالقيطان ولا للكابلي تديري الضفيرة هادي فعود عود صفيفة احتى هي تجيزوينة خاص خاص غير اللي يفهم يركبها فهو التركيب ديالها تيبغي واحد شوية اا شوية تعصبر تخسجي ميتة مع الكابلي ولا مع الترسان ولا ان شاء الله وغد ندير معاكم نظر وصبح لهاكذا كيفاش تركب الضفيرة مع التراسن ومع الكابلي ومع القيطان في الخدمة ديالها هادي فش تكون تخدمها بالماكينة ولا بالييت تخس ما تجبدهاش لكوتي غا ديتلسقها في في التوب تخدمها باديل سفيفة اما لكوتي غا تخدمها باديل العقاد بالعكس تخسك تجبدها لكوتي غا تخدمها باديل العقاد وبطابعة لحال قبل ما كتا قبل ما كتركبها اما تبخرها واما تتبلانشيها بالبلانشة ديالة البوخر شفتو كيجو جوجد الاشكال مختلفين وزوينين وانا قلت لكم خاسغل لي فهم كيفاش يركبها لا باديل العقاد ولا فبلسط سفيفة فهي كجي معتبرة ولعجبكم البنات المحتوى اشتركوا وفعلوا الجرس سيوصلكم في كل مرة حطت فيها فيديو جديد والفيديو القادم ان شاء الله وتنقل لكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقمة ترجمة نانسي قنقمة شكرا